أنت الآن برج القوس في وضع وقفة مع النفس وكأنك تقول سوف لن أسمح بأخذ حقي وعندي حق يجب أن أخذه وأنت تدافع بشراسة لأخذ هذا الحق أو الحفاظ على ما لديك أو أنك شخص لا تريد الارتباط وأنك الآن مركز بحياتك العملية والمادية أو أنك في مشكلة مع الحبيب وصراعه وتحاول اتفاع عن نفسك وأنك على حق وتريد أن تضع نقاط على الحروف بينك وبينهم وتتكلم معه بصراحة فربما أنت قد مررت بظروف صعبة وقاسية وبأشكال وبأشياء فرضت عليك أن تكون بصارة أو أنك أيضا خائف من الحب لأنك قد مرت بتجارب حب فاشلة وأنت الآن تفضل ابتعاد ووضع حدود أو أنك تعرضت لاتهام أو أي شيء من هذا القبيل أنت والحبيب وأنت في موقف الآن الدفاع على النفس أو لديك منافسين مع الحبيب أو حتى في عملك الحالي إذا أخذنا من ناحية عملية وأنت تريد أن تقاتل وتقاوم كل من يأتي ويحاول سلبك هذا الحق أنت ترى الحبيب ربما أنتما في زواج أو ربما كان بينكما ارتباط والآن أنتما في ابتعاد وخلف ومشاكل أنتما الآن هنا أنتما متباعدين ولكن الحبيب يحن إليك كثيرا ويريد أرجوع إليك فهو جدا مشتاق إليك وجدا يحبك وأنت بالنسبة له هو أن تتوأم لروحه هو يحس وكأنه يعرفك من حياة سابقة إن هذه العلاقة بينك وبينه هي توأم لروح أنت وهذا الشخص تحبين بعضكما كثيرا وهذه أدت إلى مشكلة بينكما فربما الغيرة أو ربما علاقة ثلاثية قد دخلت بينكم وأفسدت ما كان بينكما من حب كبير وربما أنت وهو في شراكة عمل أيضا في نفس مكان العمل ربما أنت وهو في عمل وفي زواج أيضا الحبيب أو أنت عفوا طاقتك لهذه القراءة هذه الإمرأة مقيدة لا تقدر على أن تقدم أي خلول وهذا الكارت تدلنا على أنك إنسان روحاني صحيح بأنك كما ظهر في هذا الكارت أنت إنسان عصبي الغالب ولكنك إنسان روحاني جدا وطيب القلب وحساس ومتواصل بالروح مع الله ومع الحبيب أي لديك حاسة سادسة ترشدك دائما وأنت الآن تحاول ابتعاد عن كل من حولك وجلوس مع النفس لبقت ما لكي تستطيع أن تجمع أفكارك وتحاول أن تجد حل لهذه المشكلة التي حصلت بينك وبين الحبيب فأنت لا تريد الحب لهذه الفترة وكأنك أغلقت قلبك عن الحب لأنك زعلان مع الحبيب غاضب منه ولا تريد الكلام أو التواصل معه كما يظهر لي بهذه وأنت الآن في حيرة كبيرة ما الذي يجب أن تعمله هل أتواصل مع هذا الشخص أو أتركه فربما كانت بينكم مشكلة كبيرة جعلتك بهذه الطاقة أو أنك قد مررت بشيء صعب في الطفولة قد تسبب لك بعقدة عاطفية أو مادية وأنت الآن لا تريد التواصل مع هذا الشخص أو تخاف أن تتواصل مع هذا الشخص ربما هذا السبب شكل لك عندك شيئا ما في قلبك فأنت تشعر الآن بالضعف الداخلي وتشعر كأنك ممزق بين أمرين أو اختيارين يجب عليك قبول إحداهما وأنت خائف من نتائج اختياراتك الحبيب الحبيب هو الآن مركز على الأموال والاستقرار المادي ويحاول التوازن بحياته بين الأخذ والعطاء وهو شخص كريم ولكنه يحب العدل يريد معك العدل احتمالي أنه قد طلب منك شيئا ويحب أن تعطيه هذا تعطيه بقدر ما تأخذ منه ربما أنتما كما قلت في شراكة زواج أو عمل وإذا كنتما في زواج فاحتمال أن يكون الحبيب في حاجة مادية وقد تركته وعنده أولاد وهو طالب منك العدل معه ومع أولاده إذن هناك احتمالين احتمال لأنكما تكون متزوجين وهناك مشاكل بينكما وهو يطالب منك العدل لأنه عيش مع أولاده لوحده وهو بحاجة مادية أو أنك أنت بعلاقة جديدة مع شخص معين تريده بعينك وأنت الآن في تباعد عنه عن هذا الشخص هو جدا هذا الشخص يحبك ويريد أن يتقرد منك ويريد أن يكون معك وهو في يشعر كأنك توأم لروحه ولكنك أنت المبتعد في هذا الكرت وأنت لا تريد التواصل أن تخائف من التواصل ربما بسبب وضع نفسي بداخلك ربما هو تشعر بأنه هو أفضل منك ماديا هذه احتمال آخر هذا الاحتمال الآخر الذي قلته لكم تشعر بأنه أفضل منك ماديا وأنت عندك العقدة من الطفولة أو الشيء الذي سبب لك هذا ربما حاجة ماديا من طفولتك جعلتك ترفض أن ترتبط بشخص أفضل أو ماديا أفضل منك ماديا فهذا احتمالين لنمشي على الاحتمال الأول بأنكم مرتبطين وأنتم في علاقة زواج وأن هناك في مشاكل هناك بينكم مشاكل وهو يريد أخذ حقه منك وهو بحاجة مادية مشاعرك باتجاه الحبيب أنت تشعر وكأنك ترفض كل الحب الذي يقدم لك من هو من أي شخص آخر أنت خائف من قبول أي عرض في الحب هناك عدة عروض أمامك وعدة خيارات ولكنك أنت تفكر بالأشياء التي مرت معك في السابق ولا تريد النظر إلى الأشياء التي تقدم إليك حالياً الحبيب الحبيب جداً متعب وهو وكأنه يحمل حمل ثقيل على عاتقه احتمال بأنه كما قلت أنكم ما في زواج وهو الآن يشعر بالحمل الثقيل العبء الثقيل الذي على عاتقه ولا يقوى على النهوذ من جديد فهو جداً متعب وكما مر معنا في الطاقة العامة هو متعب جداً هو يحن إليك ويحن إلى الرجوع إليك في علاقة ربما تكونان قلتوا ربما حصل بينكم الخلاف بسبب طرف ثالث دخل بينكم ليس بضرورة امرأة بل ممكن أن يكون أب أخ أم أخت أي أحد من أفراد العائلة وأفسد بينكم العلاقة أو أنك في هذه الطاقة أو أنك اتهمته اتهامات كانت قاسية عليه اتهمته بشيء ما بأنه مع علاقة مع شخص آخر أو أي شيء من هذا وهو الآن في حالة حزن وشوق إليك بشكل كبير نوايا الحبيب هو ينوي السفر إذا كان بعيد عنك أو إذا كان في مكان آخر أو إذا كان في أي مكان هو ينوي أن يختارك ويأتي إليك بسرعة فهذا الكارت يدلنا على أنه هذا الشخص قد فقد الصبر فقد السيطرة على نفسه عنده من الطاقة لك ومشاعر الشيء الكبير الذي لا تستطيع أن تتصوره فقد ظهر لدينا طاقة العاشقين كارت العاشقين وهو جدا يحبك وأنت من نسبة له دوءا لروحه وظهرت لدينا هذه الطاقة أيضا هو يحن جدا بالرجوع إليك وهو عنده حنيب وطاقة عالية جدا هو يحبك أكثر بكثير مما أنت تحبه أنت أجد بأنك أنت أيضا تحبه لكن لا تعبر أيضا عن مشاعرك أنت بطبعك قاسي قليلا ربما جرحته بالكلام ربما قلت له كلام قاسي قد جرحه ولكنه يحبك بصدق هذا الشخص وهو ينوي الرجوع لأنه قد فقد الصبر وفقد السيطرة على عصابه وربما يتصرف طائش حتى بسبب فقدانه لصبره هو ينوي المجيء إليك بشكل سريع جدا هو متعب جدا هو متعب جدا ويحاول ويريد أن يرتاح يريد أن يرتاح الحمل الثقيل على عتقي احتمال بأنه كما قلت احتمال بأنه يوجد أولاد بينكم وهو يشعر بالحمل الثقيل الذي على عتقي يريد أن يرتاح نتيجة القراءة هذه هي الراحة هي الاستشفاء ربما تحصل بينكم مصارحة وعودة الأمور إلى ما جريها واستشفاء من هذه المشاكل والخلافات أنا أجد بأن هذه هي سوء تفاهم بينكم ليست هي بالمشاكل كبيرة ربما شرارة غضب أي أمر حصل بينكم أي كلمة سمتنوها من أحد الأشخاص أثرت على حياتكم وجعلتك جدا تغضب وتحاول أن تدافع عن نفسك بأي شيء فأنت في وضع أيضا في وضع اختيار صعب ربما أنت بوضع اختيار بين أمرين بين شخصين بين القرارين أنت لا تعلم ماذا تريد وهذه هي النصيحة لك كن حنونا كن عطوف حافظ على استقرارك المادي والعائلي عبر عن مشاعرك قليلا فهذه الملكة لا تعبر عن مشاعرك وهذه اللي طبقة تنصحك بالتعبير عن مشاعرك أظهر كرامك حافظ على توازنك المادي واستقرارك فإذا كان هذا الشخص لديه مال فهو سيعطيك هذا الاستقرار المادي الذي تفتقده إذا كنت أقل منه ماديا فهذا الشخص أنا أراه جدا مناسب إليك وهذه فرصة بحياتك يجب عليك أن لا تضيعها من بين يديك وإذا كانت هذه العلاقة كما قلت في البداية هذه علاقة جديدة ليست علاقة زواج تظهر لي طاقتين طاقة الأولى تحدث معنا الطاقة الثانية كما قلت ربما أندما في تعارف جديد وتريد ارتباط بهذا الشخص وأنت احتمال بأنك تشك بأن هذا الشخص متعرف على شخص آخر أو في علاقة أخرى وأنت قد غضبت منه لهذا الشيء أو أنك تريد هذا الشخص ولكنك تخاف من الاختلافات ربما اختلافات مادية أو عائلية فهو ربما من عدم توازن بين الطبقات أنت من طبقة فقيرة أو من طبقة غنية باحتمالها وأنت تخاف من هذا الشيء وترفض أي مشاعر حب لأنك تخاف من الحب أو أنك مررت في علاقات أو تجارة سابقة أفقدتك الشعور بالثقة بالحب ولكن هذا الشخص أقول لك بأنه يحبك جدا وهو متعب جدا بغيابك وينوي المجيء إليك لأنه في طاقة عالية تجاهك وكل ما يجب عليك أن تقوم به كل ما يجب عليك أن تقوم به أن تكون حنون على هذا الشخص وتخرج من طاقة الغضب هذه وطاقة الخوف والزعل هذه الابتئاب وتعبر له عن مشاعرك فهو شخص يستحق منك هذا لنأخذ كرتين للنصيحة تقول لك هذه البطاقة لا تخاف ولا تحزن وتذكر بأن الله يقف دائما بجانب من يذكره فأنت بهذه البطاقة أنت شخص جدا روحاني وأنت إنسان خائف خائف من أخذ الخيارات خائف من أي شيء احتمال شرحنا بهذه الطريقة قلنا كل شيء لا أريد أن أكرر الكلام مرة أخرى فأنت تنصحك بأنك لا تخاف ولا تحزن وتذكر بأن الله يقف دائما ترجمة نانسي قنقر